موسكو تأمل في تحقيق نصر عسكري هام شرقي أوكرانيا بعد فشلها في تحقيق أي من أهداف عملياتها العسكرية رغم مضي عام على بدء الغزو المدفعية الروسية كتفت من قصفها للطرق المؤدية إلى مدينة بخموت المحاصرة وقالت وكالة رويترز إن القصف الروسي استهدف آخر الطرق المؤدية إلى المدينة بهدف استكمال تطويقها والسيطرة عليها وأعلن يوفيغني بريغوزين قائد مجموعة فاغنر الروسية المشاركة في العمليات العسكرية هناك أن المدينة التي عرفت ضمارا كبيرا بسبب القصف الروسي لنحو سبعة أشهر باتت مطوقة بالكامل تقريبا ولم يبقى سوى طريق واحد فقط مفتوح أمام القوات الأوكرانية ودع الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي لأن يأمر قواته بالانسحاب لحماية أرواحهم وفي الوقت الذي تستعر فيه المعارك حول بخموت قام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بزيارة القوات الروسية في أوكرانيا وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن شويغو قام بتفتيش مركز قيادة على الجبهة في اتجاه منطقة دونيسك الجنوبية من دون أن تحدد المكان الذي زاره الوزير وتوقيته في المقابل وصف قائد القوات الأوكرانية في بخموت دينيس ياروسلافيسكي في تصريح لوسائل إعلام محلية وصف المعركة بأنها متبح للجانبين مشيرا إلى أنه جرى تنظيم مناوبة لجزء من القوات لتأمين أكثر للمواقع تركيز القوات الروسية على تحقيق نصر عسكري في مدينة بخموت التي كان يبلغ عدد سكانها نحو سبعين ألف نسمة سيكون نقطة انطلاق لاستكمال السيطرة الروسية على منطقة دونباس الصناعية هذا وأعلنت واشنطن الجمعة تقديم مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة أربعمائة مليون دولار تتكون أساسا من الدخيرة ترجمة نانسي قنقر